بالنسبة لتعليم التحكم الليلي بقى اللي هو الطفل نايم قلت لحضراتكم ان فيه اتجاهين الاتجاه الاولاني بيقول لا سيبوا الطفل نايم وهو بمرور الوقت هيتعلم ان هو يصحى هيصحى لما يكون عمل في الاول وبعد كده هيصحى قبل ما يعمل خلاص لما المسانة تكونت نبهت وهيطلب مننا المساعدة فبالتالي يلحق نفسه ده وهو نايم وقلنا ان اللي بيعمله الاتجاه ده وده مش غلط اللي بيعمله الاتجاه ده انا بقوله هو ده مش غلط الطفل بياخد فترة اطول في التدريب الليلي بياخد فترة اطول فيه بلاد فيه بلاد كاملة بتتبنى هذه الطريقة طيب الاتجاه التاني ايه لا ان احنا الطفل نام بنصحي احنا كل ساعتين ونقعدوا على الطويلت عمل ما عملش مش قضية المهم ان احنا عايزين ويفهم انه القعد على الطويلت حتى بالليل دي امر مطلوب وده زي ما قلنا بيونبه برضو الاعصاب اللي في المثانة انها في حالة الامتلاء الامتلاء الى الدرجة على طول المثانة دي فيها بقول على فكرة بس هو الفكرة كلها ايه احنا بنحس امتى ان احنا عايزين ندخل الحمام لما الامتلاء ده يصل الى درجة معينة تمام يقوم نتنبه فنصحى فنقوم ندخل الحمام وقلنا ان ده اللي بيعمله كده بيحصله على نتائج اسرع بس دي لها عيوب ان الطفل بيبقى مقاريف وفي بعض الاراء بتقول ان ده يعني بيبقى ضد شوية الفطرة ان الطفل يتعلم لوحده فانا قلت لحضراتكم قبل الفصل على طول لا احنا هنعمل بقى احنا حاجة تالتة ايه هي الحاجة التالتة خدوها مني بقى النصيحة دي احنا هنتعلم لغاية المرحلة الخامسة اللي هو ان الطفل يكون بيتحكم طول النهار وبيقول لنا وبقى زي الفل ولكن بالليل مش متحكم تمام كده خلاص فاحنا هنعمل ايه هنخلي خطوة انه هو ان احنا نصحيدي يعني انا مع الاتجاه التاني بس لما الجو يكون اقرب بدأ يبرد شوي يعني فرضا لو بدأنا التدريب في فصل الصيف او لما الجو بيبقى حرم وممكن الحر دلوقتي يكون في الربيع مش في الصيف خلاص نخلينا على الاتجاه الاول خلاص لكن لما الجو يبتدي يبقى فيه البرودة الليلية شوية طبيعي ان الرغبة في التباول بتزيد انسانيا يعني الانسان بشكل عام رغبته في التباول بتزيد لما الجو يبقى ابرد نتيجة ان العرق بيقل مستوى العرق بيقل هنا بقى نبتدي نصحي الطفل فاهمين قصدي طيب الفترة دي على ما تحصل اذا الطفل اتعلم لوحده وصحي وتنبه خير ما حصلش يبقى عارفين ان احنا هنعلمه يعني المرحلة دي بقى مؤجلة شوية هنستفيد من الظواهر الطبيعية من فكرة انه لما الجو في بدايات الخريف كده ابتدى الجو يبرد شوية نستفيد احنا من انه الرغبة في التباول بتزيد نقوم نصحيه كل ساعتين طب هو الصحيان كل ساعتين ده للأبد لا أبدا أبدا ده الموضوع كله بياخد أسبوعين أسبوعين فقط لغير أسبوعين ده حد أقصى كمان الطفل بعد الأسبوعين ده ده حد أقصى يعني هو بعد كده اللي بيصحى أول ما المسانة تتميلي إلى الحد اللي هو يجب أن تفرغ أو يجب أن تفرغ من محتوىها يعني بيقوم الطفل يصحى ويطلب المساعدة وعشان كده أنا بأكد عليكم ضرورة ان احنا ننبه على الطفل ونعلمه ونشجعه ان هو يطلب مننا المساعدة في حالة استيقاظه يعني لما يصحى أصلي فيه ناس على فكرة أنا بقول لكم الحقيقة فيه ناس لما بيبقوا نايمين وييجي الطفل مسلا أن يصحيهم عشان يدخلهم فبيكون رد فعلهم بيخوف الأطفال أحيان فيه أطفال فيه ناس تقولك إيه أنا ما صدقت أنام أو أنا لما بنام ما حبش حد يصحيني كده على فجأة لا معلش حضرتك أو حضرتك ده ابنكو أو بنتكو يعني أمال هيصحي مية هيصحي الجيران يعني هيقول لهم معلش دخلوني لتويلت عشان بابا وماما بيبقوا أفشين شوية لما يصحوا منهم خالص لازم نمرن نفسنا على القبول ده على قبول هذه الأشياء ونتخلص من طبعنا اللي هي مش هتنعكس بشكل إيجابي على أولادنا وبناتنا فاهمين قصدي فلازم نشجع الطفل أصلي فيه أمهات يقولك إيه لما تقلق ما يبقوا حتى أطفال أجل اوعد سيب سي اوعد سيب أو تخليك لغاية ما تعرف لو جت لي وقلت لي أو جت وقلقت وبتا لا لا غلط ما تعمليش كده حضرتك ما تعملش كده حضرتك برضه ما تقولش إيه ده هم مصل شوية كم ساعة بنامهم عشان أنا طول النهار شقياء يا عمي ماشي ما هو أنت ابنك وبنتك دول بيتعلموا بيخافوا جالوا كابوس جالوا رهاب ليلي بعد الشهر جالوا كابوس هيعمل إيه يعني الطفل تفزع فلازم يقوم من مكان نومه من غرفته يعني ويجي لك أو يجي لك خلاص فأنا بقولك وأكدوا على الأطفال بضرورة طلب المساعدة أول ما تسحى أو أول ما تسحي بنكلم ولد أو بنكلم بنت تحس إنك عايز تخش لطوالت أو تخش الحمام تيجي تقول للماما وبابا على طوق فورا خلاص هنا الطفل بيحس بالأمان وبإحنا ده وتبقى وسيلة مساعدة إن فيه ناس بيحطوا البوتي البوتي بنكوسين اللي هي الأصرية بيحطوا البوتي في أي مكان في البيت ماشي يعني فيه ناس بتعمل كده بس ده خطأ ما بقولش إن ده يعني هيمنع التحكم ولا حاجة لا بس بقول إيه إن خطأ البوتي لس بتحط في الحمام برده يعني ما ينفعش البوتي يبقى في الريسيبشن أو في المطبخ أو في قط النوم أو بتاع ما فيش حاجة كده فيه ناس بتقول إيه لازم تبقى موجودة كده في مكان سهل على الطفل علشان يعرف يمسك نفسه بسرعة لا ما هو ده ماشي ما ده زاوية إنما هو اللي بيمسك نفسه مش هيفرق معا التوجه إلى الحمام يعني ما إحنا مفترضين إن إحنا عايشين في بيوت عادية يعني مش إن الحمام على بعد مئات الأمطار من سرير الطفل فاهمين قصدي فده يعني تزيد أو يعني أو يعني مبلغة أو يعني البوتي مكانها في الحمام ليه ليه لازم نوضع البوتي في الحمام عشان الطفل يفهم إن عملية الإخراج ليها خصوصية فاهمين قصدي يعني عملية الإخراج دي ما تتمش في أي وقت أو أسوري ما تتمش في أي مكان مش مرة تكون في المطبخ ومرة تكون في الريسابشن ومرة تكون في قط النوم بتاعت بابا وماما ومرة تكون مش عارف الحمام لا هو الإخراج في الحمام فاهمين قصدي يبقى لو عايزين نستخدم البوتي يعني لو مش هنقعد الطفل على التواليت بتاع الكبار بس بعد ما نحط له القاعدة المخصصة للأطفال يقعد على البوتي أو على الأصرية أديني بقولها هو باللغة العمية أو بالعربي في الحمام برضه خلاص؟ طيب ده خطأ شاء إن البوتي تكون موجودة في أي مكان نخليها في الحمام من الأخطاء برضه إن الطفل يدخل الحمام ومعه حاجات يعني معه لعبته المفضلة مثلا ده أمر غلط أو مع التليفون غلط غلط لإن عملية الإخراج لا يجب أن تتم بمساومة بعد كده كل حاجة اللعبة هي هنخلص ونخرج له التليفون بتاعك أو التابلت بتاعك اللي تلعب عليه أو أي أن كان يعني الفترة المسموح بيها أنه يلعب أنا بقول له هو بن قسين مش في المطلق موجود بس مش لازم ناخد الحاجات دي معنا جوه خلاص؟ وإذا كان الأمر ده ممكن نعديه في بدايات التدريب كل ما الوقت يعدي نتخلص منه يعني فيه أمهات ممكن في بداية التدريب ماشي الطفل يبقى عايز يشبط في أي حاجة هو بيهرب من الحكاية يقول لك عايز عصير ماشي يا سيء خد العصير عايز اللعبة دي تبقى معايا عايز بابا ييجي معايا عايز مش عايز ماشي ماشي في الأول لكن بعد كده نبتدي نتخلص إحنا ونخلص الطفل من الربط الشرطي ده لازم الطفل يتعلم أن الإخراج عملية عادية تلقائية لا يجب ربطها بشيء وكل ما هو غير طبيعي هو غير مفيد فاهمين قصدي خلاص يعني المفروض أن إحنا لو ندخل حمام ندخل حمام عادي كده فاهمين قصدي طبعا لأن فيه ناس تقول لك أنا مدخلش الحمام غير معايا حاجة أراها مدخلش الحمام غير وانا معايا سجارة مدخلش حمام غير وانا معايا في إنجان ليه يعني ده إخراج يعني انت داخل تعمل عملية معينة وتخرج أكت فعل معينة وتخرج ما تربطوش بقى أي حاجة عملية الإخراج الطبيعي أو مش هتبقى سير العملية ما تكونش طبيعي برضو من الأخطاء إن فيه ناس بتستخدم الحيوانات كنموذج لتعليم الطفل المهارة أو تتكلم عن الموضوع ده خصوصا اللي هم بيربوا الكلاب والقطط والحاجات دي كلها ده غلط غلط فادح يعني ماينفعش نقارن ما بين الحيوان والإنسان وخاصا لو الإنسان ده ابننا أو بنتنا يعني فاهمين قصدي هتقولولي طيب فيه فيديوهات بتبقى موجودة على اليوتيوب والحاجات دي كلها نعمل إيه نفرج الطفل عليها ولا لأ نتفرج إحنا الأول عليها على الفيديوهات دي إذا لقنا فيها أي حاجة مش طبيعية ما نفرجش الطفل عليه إنما لو لقنا العملية طبيعية وهو ما أشك فيه كثيرا يعني خلاص إذا لقنا فيديو طبيعي وماشي طبيعي كده وماشي عدل أهو نفرج الطفل بصي حبيب بصي هنا بقى الولد ده أدك أو البنت دي أدك أو البنت دي أدك أهو بيعملوا عادي هم بيعودوا على التويلت وبيعودوا عادي وبيعملوا عادي ومش عارف إيه ده لو لقنا الفيديو طبيعي إنما لو لقنا الفيديو فيه أي حاجة كده مش منطقية أو حاجة حملت أو جهزة ما بيتقال يعني لا يبقى ما فيش أنا بقى رأيي الشخصي بلاش خالص رأيي الشخصي بلاش ليه؟ بيتعلم الأكل لما احنا ناكل قدامه بيتعلم الكلام لما احنا بنتكلم قدامه هتقولي طب ده بيتعلم ده إزاي هيشوفنا؟ آه يشوفنا آه يشوفنا انتوا مفاكرين أنا بهزر الطفل الولد مفضل جدا إنه يشوف بابا لأنه بيبقى عايز يقلد بابا والبنت بيبقى عايز يقلد مامتها عادي جدا إنه في بدايات التعلم خلاص ممكن طفلك يفتح كده الحمام ويتقوله امامته ويتحطط له بص بابا بيعمله ازاي الكبار بقى بيعمله كده بتقولي ده ازاي ده ما ينفعش ومش عارف ايه؟ ده في البداية فده بالنسبة لنا أفضل وأبرك وأحسن وأأمن مليار مرة من أي فيديو على اليوتيوب إنه يشوف انتوا شخصية خلاص خصوصا في البدايات أنا بقوله هو في البدايات بعد كده الأمر فيه خصوصية كاملة وقتلقه الطفل بعد كده حتى ما يحبش إن حد يبقى موجود ولا الكلام ده كله في الأول بيبعايز مامته تبقى موجودة وبيحب التشجيع وبيحب بعد كده هو هيبقى هو نفسه اللي بيحتاج إلى الخصوصية النصيحة اللي أنا قلتها قبل كده وبكررها إن فيه ضرورة للتخلي الكامل عن الحفاظة أثناء عملية التدريب حتى هيقولي طيب الحوافز أو المكافئات مهمة ولا مش مهمة غلط ولا صح أقول لكم لا هي مهمة جدا في الأول وأنا قلت لكم أنت لما تعمل كده هنعمل كذا لما تعمل كده هنعمل كذا هتقولي له الله تم أنت لسه قيل المفروض عملية الإخراج تبع عملية طبيعية تلقائية ما ترتبطش بأي حاجة آه دا لما الطفل يكون تعالق أنا بتكلم في البداية في البداية فاهمين قصدي الحوافز أمر مهم جدا في المهارة دي الحوافز أمر مهم جدا في بداية تعلم هذه المهارة أنت لما تعمل كده هتاخد اللعبة بتاعتك اللي إحنا أو هتختار لعبة إحنا هنجيبها لك لما تعمل كده هنخرج وهنتفسح لما تعمل كده هنعمل كذا لما تعمل الرابط دا الطفل هنا بيكون هنا الحوافز أو الجوائز دي حاجة آه محفزة أو مهمة بالنسبة له علشان يبدي مزيد من الجهد لا يمكن القول أن الطفل أبدأ التحكم إلا بعد مرور عام كامل على بداية التحكم وده لأن الأخطاء واردة البنات بتتعلم قبل الولاد ممنوع المقارنات ممنوع الكلام عن العقاب أو حتى التفكير فيه ما ينفعش يكون مطروح أصلا أمر العقاب دا ما ينفعش عقاب على إيه اللي طبعا فيه ناس بابتسمعني دلوقتي يقولوا يا نهارست فيه ناس بيعملوا حاجات أنا مش عايز أقولها بس أنتوا عارفين وأنا عارف أن أنتوا عارفين فيه ناس بتعمل حاجات في منتهى البشاعة لما بيجوا أعلموا أولادهم الموضوع دا بيخوفهم وبيعملوا لهم حاجات مؤلمة جدا بيخوفهم يا أنهم إيه لو عملت كذا أنا مش عايز أقولها هو أنتوا عارفين وأنا عارف خلاص إيه وقعوا تعملوا كده إيه وقعوا تعملوا كده لأن الموضوع دا بيعمل التحكم الكاذب اللي تكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت خلاص التصرفات الطفل في هذا الموضوع لا تنطوي على سوء سلوك أبدا هي ما تنطوي على قدرة هو لسه مش قادر ولا أنه هو بيتعمد إحداث خطأ مثلا بيرجع لأسباب كتير قوي منها أنه هو لسه بيجرب تخزين المبادئ أو المعلومات الخاصة بالمهارة دي لسه ما ستفهاش كويس جوه دماغه المقاومة الطبيعية المتوقعة من كل الأطفال ما أنا قلت لكم هو قاعد سنتين وشوية بيعمل بطريقة وبسهولة وكده إيه اللي عايزين يغير ليه فاهمين قصدي محاولة يعني أن الطفل يترك ما تعود عليه ده أمر كبير أمر يعني كبير بالنسبة للطفل يعني أنه هو يسيب حاجة تعود عليها ده مش حاجة سهلة عشان كده اللي لازم تبزله مجهود حقيقي وبهدوء العقاب والعنف بيأخر تعليم هذه المهارة وأنا قلت لكم قبل كده في الحلقة اللي فاتت يعني إيه التعلم الكاذب لازم تقتنعوا أن الضغط على الطفل لن يأتي بأي نتائج إيجابية بالعكس ممكن يخلي الطفل يعند خلاص وأن الطفل يبقى مش عايز يعود على التواليد أو عايز يعود على البوتي أو بيعايد كل ما يشوف التواليد أو بيخاف منه وكل دي أمور وردة على فكرة من غير عقابه ولا حاجة في أطفال بتخاف من الأول حاجات دي بتختفي بالتدريج وما تقلقوش هذه مهارة هتعلمها الطفل كده كده وعايزينه يتعلمها على إيه على الأصول